أعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم لقاء الخميس من ملك وكتابه كل سنة وانتوا طيبين وحشتونا وطالت الغيبة لكنه أعتقد كان من المهم جدا أن احنا لما بنرجع بعد الأجازة بنرجع في توقيت مهم الأهل بيمر فيه في تحديات ومنحنيات صعبة الحلقة تسعمية تلاتة وتسعين الحب المشروط والخطر المحتوم شوف أصل كلمة هي أجات من الكلمة ما تخافش على الأهل طول عمرنا بنقول ما تخافش على الأهل ليه لأن كلنا كنا لحمة قوية في مواجهة أي حد إذا كان الخطر يأتيك من الخارج فما تخافش على الأهل الخطورة الحقيقية أن يأتي الخطر من الداخل فاكر لما كنا بنقول الأهل مخترق كنا نشعر بأن البداية أن الخطر يأتي من الداخل فاكر لما كنا بنخد معركة النظام الأساسي خشيا يأتي الخطر من الداخل في النظام الأساسي واليوم عندما نتحدث باستمرار حبه الأهل كما وجدتمه أنت طلعت ليه حاجة حلوة حبتها عملين ليه ننظر على الأهل لدرجة ابتدينا من كتر ما عايزين ننتصر كل مننا لرأيه أصبحنا عشان نأكد وجهة نظرنا فبينهاجم الوضع القائم وباستمرار مسألة التفوق بالشكل اللي احنا عايزينه أن يبقى في الأداء والإمتاع والنتائج والاكتساح بصرف النظر عن الظروف والصعوبات ده شيء مش بشري لأنه مؤكد أن الصعوبات اللي حولك بتؤثر عليك بنسب إيه اللي كان بيخليك تقدر تتجاوز النسب دي كلمات سحرية زي روح الفن للحامرة الأهل بمن حضر العلاقة القوية بدعم الجماهير للإدارة لأنه ما كانش الحبه مشروط وكنا بنقول هو الأهل يحتاجك أكتر وهو منتصر وقوي وعفي ولا يحتاجك أكتر عندما يشعر أنه بعافية بالبلد كده مخستك يبقى أنت محتاجه موره في أكتر وقته ودلوقتي لكن عشان نبتدي نقلب على بعضينا وكل واحد خلفنا في الرأي ننقض عليه ونبتدي نقلب على آه فرقة مش بتؤدي مؤكد مش بتؤدي أحسن حاجة ومؤكد أن فيه خلل ما ولكنه خلل له مؤشراته وكان واضح أنه حيبقى له مؤشراته جزء منه طبعاً الإرهاق البدني والتلاح والماتشات جزء منه الإصابات اللي بتنطقي أبرز يعني كل العيب عندك في قيمة تقلقه هو اللي بيصاب يعني أنت عايزة فاهمني أن ياسر غيابه ما أصرشي عايزة فاهمني أن إمام عشور شناوي غيابه ما أصرشي لحد ما الشناوي بمفاجأة سعيدة الخطر قدر يتلام منصب لو لعيب وفق فيه خلاص بيسد لك لكن في المنظومة الجمعية الأداء الأداء الدفاعي سبعة مرة واحدة من الأساسين كتير أه لا وإصابات إصابات بتغيب ما عندكش وقت بقى أن الجديد يخش وينخرط وأنت عايز تعمل روتشن كمان فما عندكش ثبات في التشكيل ما عندكش رفاهية ثبات التشكيل الروتشن لما يبتدى الراجل يعمل له فلسفة ضرورية تختلف عن فلسفة ناس كتير مننا أنه يبتدى مش بأقوى تشكيل وينهي بالتشكيل الأقوى عشان يكون الفريق اللي قدامه تقارى كويس تعب شوية فينقض عليه فدايما الشوت التاني بتشوف الآلي في ظروف أفضل لكن المفارقة والغريب جدا وأنت بتقول له إيه ما ابتدتش ليه بالتشكيل ده فتأتي دائما التعودلات والكلام ده بعد إجراءة تشكيل السليم إذن فيه خلل ما في الأداء في المنظومة نواجهه نعترف لكن دون أن نسحب الثقة ودون أن ننقض على بعضينا عشان ده بيزود المشكلة مش بيحلها الدعم والمؤذرة لا هو المطلوب دلوقتي أخطر حاجة عندي يا أستاذ إبراهيم غياب الجماهير على المدرجات مش بس في الكرة في كل الألعاب أنت بتنظم بطولة فين جمهورك إيه الظاهرة العجيبة دي أنا هجيلك للجمهور لكن ترجمة نانسي قنقر